من برضو كان من ضم التحديات اللي بتقابلنا في رأس البر يعني ناسر برضا رأس البر على انها مدينة سياحية كبيرة كان فيها كام تحدي كده اول ما جيت حسيت ان هو تحدي بالنسبة لي عايزين نخلص من اهم التحديات اللي كانت موجودة فيها ان انت مثلا باع جائلين موجودين في شارع النيل على طول الوقت وفرشين في شارع النيل كله وشارع النيل ده من اهم الشوارع اللي موجودة وهو الممشى اللي بتوصل منه للسان اللي كل الزائرين الموجودين في المحاوزة لازم يكونوا موجودين فاعملنا سوق حضاري موجود هنا على شارع النيل وسوق حضاري تاني موجود على البحر برضو في شارع واحد وخمسين عشان نقضي على ظاهرة الباع جائلين دي خالص الحاجة التانية من برضو التحديات اللي قبلتنا كانت عشش موجودة في قرية الصيادين دي موجودة في رأس البر يعني كانت مدينة سياحية وفيها عشش وفيها عشوائيات وغير امينة كمان فدلوقتي العشش دي اتهدت كلها وبقى فيه دلوقتي عندنا 12 عمرة سكننا فيهم اصحاب المواطنين اللي كانوا عايشين في العشش عملنا لهم مش بس كده عملنا لهم ممشى عملنا لهم برجوليات عملنا لهم لاندس كيب فبقى منطقة جميلة جدا على النيل التحدي التالت اللي كان موجود انه وانت بتتمشى على اللسان كان بيبقى على الصيد التاني قدامك مدينة عزبت البرج على طبعا كانت البيوت عشوائية بيوت كلها بالطوب الاحمر فجب يعني فكرت في فكرة كده ان احنا نعملها مدينة ملونة شفتها اه يعني منها نغير المعالم بتاعتها وتبقى زي هوية كده لمدينة راس البر اللي ما حتى تطلع حتى في صور او حاجة اه ساعة الناس تقول لي دي هي دي مثلا مينة في ايطاليا دي فبتبن مع المراكب مع النيل شكلها جميل جدا شكلها مزهل انا الصبح بدري ببقى ان انا يعني جاي من 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 منتصف الليل بقليل فالمشهد المبهر بالنسبالي خروج المراكب من النيل ومشي قدامي كده 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 وتخرج من اللسان هب بقت في البحر والبيوت بتاعت عزبة البرج ملونة فنقعد اللي هو ايه المشهد ده كميلة رائع كانت من ضم التحديات برضو كمان الاشكال المختلفة والعشوائية للكافتريات والمطاعم اللي موجودة في اسواق راس البر فقلنا ان احنا نعملها شكل موحد بواكهة موحدة واكهة خشبية كده علشان تدل على ان احنا بضميات يعني بلد الاساس كله طبعا فعملنا لها شكل موحد اللي هو الشكل الخشبي ده وكلها على صف واحد وكلها بنفس الوجهة ويعني غيرنا بقى كده ان اعتبر غيرنا كتير من ملامح راس البر كمان من برضو التحديات اللي كان بتقابلنا كسافة العربيات اللي بتبقى موجودة في الصيف لان عندك في الصيف ممكن يبقى في الويك اند مثلا عندك اثنين مليون مواطن في راس البر الوحدة ما شاء الله يعني اكتر من عدد سكان محافظوا الضميات كلها فكان العربيات بتبقى ممكن توصل للصف ثالث وتبقى كل وقاف الشارع كلها مقفولة طب حلتوا ازاي دي؟ عملنا خصصنا صاحات كان عندنا اماكن فيها مباني متهلكة اماكن فيها حاجات ممكن نستغنى عنها يعني هدنا كل الاماكن دي وغضبنا لصاحات علشان نعملها لركنة العربيات ان شاء الله في الصيف اللي جاي ساحة الانتظار العربيات يعني في بقى ساحات تانية عملناها لان برضو كان من التحديات اللي موجودة اللي هي رحلات اليوم الواحد رحلات اليوم الواحد كانت بتاعم بتبقى عندي شكاوي عدد شكاوي مهول من سكان راس البر لوجود الميكروباس اللي جاي رحلة يوم من اوله لاخره بدي بقى موجود تحت الفيلال اللي موجودة في راس البر او موجود على الرمل بتاع البلاج نفسه فبيبقى فيه بقى صوت واكله شربه ورحلة بقى فطبعا ده بيعمل ازعاج جدا للمواطنين اللي موجودين فاحنا اخترنا ان احنا يكون عندنا ساحة في مدخل راس البر جبيرة جدا الاساحة حديدا يعود فيها الميكروباس اللي جاي بالرحلات بتاعت اليوم الواحد وبناخد احنا الافراد اللي موجودة في الرحلة وبنوصلها للاماكن اللي هي عايزة عن طريق الطفطف احنا عندنا عدد من الطفطف الطفطف لسه موجود؟ اه لسه موجود انا هي مركبة الطفطف تفوت فولتي بيشتغل في الصيف طبعا احنا عندنا عدد كتير من الطفطف موجود في مدينة راس البر ياخد بقى هو المواطنين يوصلهم للبحر او يوصلهم بيبقى له المحطات يعني بيمشي على النيل بيمشي على البحر فده بيبقى اسهل شوية ومبقاش فيه ازعاج كتير للمواطنين اللي ساكنين لان انا عالفكرة راس البر هي مش مصطفين بس هي فيه سكان كتير عايشين في راس البر